انتقد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في مهرجان كبير نظمه بمقاطعة كيهيدي تسيير النظام وفشل الحكومة في التصدي للأزمات البلاد المختلفة وفي مقدمتها غلاء المعيشة وصعوبة الحصول على الوثائق الحالة المدنية في العديد من مقاطعات ضفة النهر وانتقد الرئيس الدوري للمنتدى ورئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتان حاتم صالح الحننة تفشي البطالة وفساد السياسة الزراعية في مناطق كان يمكن لو وجدت التسير الشفاف ان تغني البلاد في كل ما يتعلق بالانتاج الزراعي ما ترينا قابلين هذه الوضعية اللي عيشوا فيها الكيهيدي ما ترينا قابلين فساد التعليم ولا ترينا قابلين ضياع الحالة المدنية للناس ما هي قادة تحصل عليها ولا ترينا قابلين ضياع الصحة للناس مفرطوا الصحة به المستشفى وضعيت وتعرفوها ولا ترينا قابلين غلاء المعيشة اللي ينزاد يوم بعد يوم الأسعار تنزاد يوم بعد يوم للمواد الغيائية في الوقت اللي البطالة أيضا تنزاد وغياب أي دعم للمزارعين وللمنمين والطبقات الهشمة للمجتمع وتعهد والحننة بأن المنتدى عقد العزم على تغيير الوضع البائس للبلاد التي تعاني من أزمات مزمنة استحكمت في الفترة الأخيرة جراء فشل التسيير ونمط الحكامة السياسية والاقتصادية السائد والقائم على الارتجال وتهميش فئات واسعة من الشعب في الوقت الذي تتحكم فئة من النافذين في كل شيء هذه المشاكل هي اللي جاينا اليوم إياكم معاكم ونقولوا علنا كافدة من هذا النوع من المشاكل ولابد لها من حل يا قير نأكدوا عليكم على قولا أن لها واحد وما يكفي لابد من النضال الحقيقي ولابد من الاحتجاج الحقيقي ولابد من المطالبة بحقوقنا إليه ميلين ما نطالبوا بيها ما هي لي تخلي مطالب إذريالة تعود مطالبة حضارية وجاء تصريحات الرئيس الدوري للمنتدى في سياق أنشطة ومهرجانات ومسيرات ينظمها المنتدى في الولايات المحاذية لضفة النهر من أجل تفعيل صلاة المنتدى وناشطيه بالحراك السياسي في هذه الولايات التي تعرف باستمرار تذمرا وغضبا ناتجا عن استفحال الأزمات كما يقول المنتدى في بياناته